مرحبا نصيحاتنا لليوم يلي هي النصيحة السيدسة هو كون قابل للتعلم بي تي تشبل بنفس الوقت زابتكن بلانجاج روحي بمصطلح روحي منسمية كون متواضع التواضع هي من أهم الصفات أو المهارات اللي واحد يتمرن عليها أو الفضائل يلي الإنسان إذا اكتسبها بتنور له حياته والأمباكت تباعه على حياة الإنسان هائل شو هو التواضع أو القبول للتعلم هو أنه يكون عندي وعي أني أنا إنسان وأنني مني كامل أنه عندي محدودية وأنه شو ما عملت بحياتي على الأرض مش رح أوصل للكمال هيدا بيعني أنه أنا بغلت أنه أنا أوقات بجهل كتير حقائق وأنه معقول إئزة حتى لو كانت نيتي كتير طيبة سواء يكون عندي وعي بهذه الحقيقة يلي بعمله أول شيء أنه العالم يلي إزيتهم باعتذر منهم من أول إذا بتكون العالمات يلي بتساعدها للإنسان يعرف إذا هو عن جد متواضع أو لا هو ما قدرته على الاعتذار والاعتذار الصادق مش بيع الحكي فوقت أنا أوصل لعند إنسان يقول له خيي أنا أزيتك ما تخذني حقك علي بيكون عندي مثل نوع من وعي وقبول لمسؤولية تصرفاتي وبعرف أنه أنا مني كامل سعادي أنه اعتذر مني نهاية الدنيا الرزيستانس المقاومة على الاعتذار وراها فيه نوع مني يمكن الإيمان بأنه أنا يا با ما بغلط وأنا إنسان كامل وأنا بجنن والمشكلة دائما والعلة بالعالم اللي حوالي وهي من أكتر الإلوزيون الوهم الخطير اللي بيقدر الإنسان يعيشه بحياته ما حدا منا في خيمة فوق راسه كلنا عالم خطأة كلنا جهلة بمحل معين فمنخبص فمنقزي حتى لو نيتنا طيبة وحتى وقت نيتنا ما بتكون طيبة فكمان لازم نكون مرتاحين مع الفكرة أنه هي الطبيعة البشرية بس هيدا ما أنا نهاية القصة نيح عرفت حالي أني مؤثر عرفت حالي أني غلط بمحل معين نيتي كمان ما كانت كثير نظيفة سعتها بيشتغلها حالي فالإنسان المتواضع مش بس إنسان بيعرف حاله إنسان بيعرف يعتذر وكمان إنسان بيعرف ينبش على المعرفة بيتلمز يعني بيطلب المعرفة تيطور حاله لأنه بيعرف حاله أنه ما بيعرف كل شي فبتعلم بتنور بغير باعتذر بصحح وبظلني عم بتطور وهيدا النعمة أو هيدا الفضيلة إذا بتكون التواضعة أو القبول للتعلم إذا الإنسان فأدا بيحجر بيحجر بيبطل يتطور وبيصير مفكر حاله أنه محور الأرض كلها بيكونوا كل العالم عارفينه أنه هو منه محور شي هو بس محور حاله وعم بيخبس ليوم التخبيص بس هو منه واعي ومفكر حاله أنه بيجنن فمش بس بيكون برات الحقيقة بيكون كمان مصخرة وبنفس الوقت هو مفكر حاله أنه الله خلقه كسر الآلب فأكتر من هيك وهم وغش وما في إنسان بيستهل أنه يكون عايش بهذه الظلمة مشان هيك ربنا وقت إجا أول عمل فرجينا إياه هو عمل تواضع ويلادته بقلب مزود وهالضعف يلي إجا فيه تيقلنا ما تخافوا أنكم تكونوا ضعاف ما أنا بعرفكم قديش كون مع التارين اعتذروا بلوا بغلطكم يعني شوفوا واجهوا اعتذروا اتعلموا غيروا هيك الإنسان بيتطور والإنسان اللي بيعتذر البي اللي بيعتذر لولاده والإمي اللي بتعتذر لولادها الزوج والزوجة اللي بيعتذروا لبعضهم بيشفوا جروحاتهم لأنه ما في غير الاعتذار الحقيقي هو اللي بيشفي الجروحات إذا منعيشها إنه يا با أنا كرامتي بتتمرمغ على الأرض إذا ما بيعتذر هو عمليا العكس يعني إذا أنا بضليتني مفوكس إنه أنا ما بغلط هون ساعتها بكون عم بهدي الحالي مش إذا عن جدت وضعت وقلت ما كنت عارف ما تويغزوني هلأ رح غير هلأ رح أتحسن فأخوتي ما توقفوا تتعلموا ما توقفوا تتطوروا ما توقفوا تشتغلوا على حالكم ودايما فكروا يمكن بمحل معين في شي أنا بجهله يمكن أنا عم خبص ومني فهمين ومني عارف حتى عم نية طيبة إذا كتير منيح من وقت لواء تسأل العالم اللي حوالي خي أنت شو رأيك فيه شايفني بمحل معين عم خبص شايفني بمحل معين لازم أتطور لأن العالم يلي بيحبونا أصدقائنا المنيح يلي حكيت عنهم بالنصيحة اللي قبل هدول عالم بيوجهونا بيقولونا خي أنت هون عم بتخبص بس مانك منتبه بالأملية انتبه على حالك هدول الأشياء نشحد حكمة ونصايح من العالم اللي حوالينا اللي عندهم إيمة اللي عندهم وعي وعندهم حكمة هيدا الأشياء اللي بتخلينا دائما نتطور ومثل ما قلنا من قبل إذا الإنسان ما تطور بيرجع على وراء ولا مرة الإنسان بيبقى محله ربنا يبارككم ويرسخ الحقيقة بقلوبكم ترجمة نانسي قنقر